موسيقى في إطار سلسلة الندوات واللقاءات مع القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية التي تنظمها جريت الوطن لتعرف على الموقف الراهن في هذه القطاعات التي تعتبر الداعم الرئيسي للاستثمار في مصر والميسر لعملية الاستثمار تنظم الوطن مائدة مستديرة حول ملف التأجير التمويلي في مصر أحد القطاعات المالية غير المصرفية الوعدة والتي حققت معدلات نمو غير مسبوقة خرال الفترة السابقة في هذه الندوة نلتقي بعدد من الشركات المهمة في السوق المصري للتعرف على التحديات والفرص التي تواجه هذه الشركات ومستقبل هذا القطاع في تحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة هذا التقرير نفسه اللي هو ليزينج ايديشن قال جملة مفيدة جدا 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 أنا أعتبرها جملة يعني محورية وهي أن الليزينج في الشرق الأوسط وفي الأخص في مصر فهو بروميسين جدا حظ القطاع أن فيه ريجوليتر صاحي جدا ويكاد يكون up to date معانا في كل شيء إصدار بعض القرارات بشكل مستمر يعني 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 يكاد لا يكون شهر يمر إلا يكون فيه قرارات جديدة وقرارات الحقيقة في صالح القطاع سواء المتعاملين مع القطاع أو شركات التأجير التمويلية على مدار العشر سنين اللي فاتوا حصل طفرة في قطاع التأجير التمويل خلاه بقى attraction جامد جدا لإنفسترز من جوه مصر ومن بره مصر وزي ما هو تفضل قال بقينا نشوف أن في آخر سنتين بقى يخش private equity funds من بره بناس كبار جدا تضخ فلوس في قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بصفة عامة مش الليسينج بس بالأخص الليسينج عشان السيكوريتي بتاعت الأسد والكلام ده كله الصناعة تحولت من مرحلة طبعا الحمد لله النشأة وكلام ده كله لمرحلة النضوك فعلا يعني إحنا بدأنا للوقتي نخش في مرحلة دي فهيبقى فيها متطلبات أكتر زي الدخول في الاسميز بشكل أقوى بشكل محدد زي الكلاب ديز زي ما تفضل دكتور سامير وقال الكلام ده كله لازم إحنا الفترة الجاية يكون برضو في تعامل عليه بشكل أفضل ويبقى ورش العامة بتتكلم على حالة زي كده مثلا إن إحنا التأجير التمويلي في تمويل المشروعات الصغيرة المتوسط ده هيبقى أفضل كتير إن إحنا نركز شوية على هذا القطاع ونركز على الآليات اللي ممكن نحنا نوفرها عشان نعمل كده واضح جدا حتى في تأسمة السوق إن حوالي 78% أو 79% من حجم التمويلات رايحة للريال استيتس ودي بتبقى كلها تمويلات كبيرة ويمكن معظم الشركات لما أنشئت في الأول ما كانش الهدف الأساسي بتاعها هو السمون الميديم يمكن بعض الشركات بتتتجه إلى ده وبتدت تحط ده في الأعتبار نتيجة توجهات الدولة والاقتصاد ويمكن ده طبعا شيء مهم جدا في بناء أي اقتصاد موجود أو يعني بينشأ أو بيكبر لكن ده محتاج تجهزات مختلفة يعني التعامل مع اللارجي كوربيت بيختلف تماما عن الاسمي ساءوا من ناحية التسويق أو من ناحية التعامل أو من ناحية حتى التعامل مع الأصول الممولة يكون النهاردة الدولة اهتمامها بالاسمي أو برضو اتجاهها برضو القرارات الجديدة بتاعت الهيئة أو القوانين بتدفع الشركات شوية إلى الاسمي ده معناه أنه إحنا لدينا نفسها للشركات دي لبداية التعامل على الاسمي وتجهيز نفسها للكلام ده يمكن حضراتي ذكرتي موضوع الأونلاين أو صندوق تمويل المشروعات صغيرة ومتوسطة عامل على منصة إلكترونية أوريدي ممكن نحن مشاكين فيها كشركة الأهلي وحطين الداتا اللي هي ممكن يكون الاسمي محتاج أنه هو يخش تمام يشوف ايه هو علشان يتعامل عليه يمكن بس هي محتاجة نوع من التنشيط مع قطاع الاسمي كله علشان يعرف يخش على هذا الويب سايت ويشوف الشركات اللي موجودة عنده ويخش على كل الشركة يشوف ايه المتطلقات بتاع ده فيفهم أو يعرف الانتشار ده طبعاً بيستدعي أن شركات تجهر تمويل نفسها كمان برضو يكون عندها فروق أكتر شوية احنا يعني أصل الشركة بتاعتنا اللي هي الشركة الهولدين بتاعتنا نحن كلنا بنشتغل مع شركات سمول وميديم وفاميلي فمرين على الناس دي كلها وعارفين طبيعة التعامل مع الشركات الصغيرة فمثلاً فيه ناس من الشركات الصغيرة دي بيخافوا يروحوا البنوك بس شركة الليسنج وضعها مختلف وما بيسهمش يتعلم مع البنوك وعايز واحد في شركة الليسنج يقعد يفصله ياخدها ازاي ويشرح له بالزبط هاي فمن هنا احنا جات لنا الفكرة بتاعت احنا يعني أسسنا شركة الليسنج دي بغرض خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي احنا بنتعامل معها أصلاً فكانت طبعاً فرصة كويسة او ان احنا تعاملنا مع الشركات دي وبعدين الرجليتر عندنا ما شاء الله عليه يعني الدكتور عمران ما يتوسط قوانين على طول على طول على طول سهل لنا حاجات كتير اوه وشفنا ان في حتة كده عملة هو في القانون اللي هي ان الشركة التاجيري التمويلي من حقها تاخد رخصة استيراط ومن حقها تستورد باسمها لحساب العميل الحقيقة انا يمكن كنت اول شركة في مصر تقدم عليها واخدناها بس الحمد لله كانت اجي مهمة جداً للعميل لان احنا عملنا يمكن اول مرة يعني عميل كان يسمع ان انا بقوله دور تو دور بجيب له المكنة من برا بسلمها له في المصنع عنده دي هتبقى متهالي مهمة جداً للشركات الصغيرة لان هو معلوماته عن اي حاجة في الحاجات دي تبقى ضعيفة جداً ان احنا ما عندناش سوق سانوي وما عندناش غبرة كافية في شركات التاجيري التمويلي انها تقدر تتصرف في الاصول اللي هي بتستحوز عليها يعني البره في شركات شغالة تاجير تشغيلي وده شغلها الاساسي والرئيسي والعميل اللي رايح لها بيبقى رايح ده الغرض اللي هو عايزه وانا محتاج حاجة شوطر محتاج حاجة اقجر حاجة ثلاث شهور محتاج حاجة اقجر ستة شهور محتاج اقجر حاجة ومش عايز اتحمل مانترنز او اي مصيف تانية وهو عايف كويس قوي ان الكونديشنز اللي الشركة التاجيري التمويلي هتحطها عليه هو بيلتزم بيها عشان في الاخر بيسلم الاصل دوت لشركة التاجيري احنا هنا في مصر طبعا الشركات الليزنج كلها فاينانشال انستيوشنز فبالتالي ما عندهاش الكفاءة والخبرة التكنيكال انها تقدر تتصرف مش بس تتصرف لان كمان فيه جزء اوبريشنال يعني فيه جزء ان انا ادير الاسد دي مش بس ان انا اتصرف فيه كسكندر ماركت يعني لكن انا ازاي هدير الاسد دي لان الابريشنال ليز ده الاسد بيبقى under full control بتاعي ده طبعا ما عندناش الحكاية دي مش موجودة طبعا عندنا هي المشكلة عندنا فعلا في الشركات ال supporting functions دي كلها اللي هي التأمين الصيانة التوكيل نفسه دي كانت صعبة جدا يعني بنتعامل معاهم نقولهم طبعا عايز لما العميل ييجي فيبقى فيه وقت معين تقدر تحسبلي الوقت ده ده ايه ياخد يومين يكون معاها العربية او ياخد يومين يكون التأمين قال لي لا ما اقدرش فالعملية ما فيش السوق مش ماتيورد قوي عشان نقدر نعمل السكندر ماركت كويس لان احنا كمان ممكن ما عندناش في مصر اللي هو السوق الثانوي في عملية بيع الاصول يمكن انا شفت في بعض الكونفرنس برا في بعض الدول اللي بدون ذكرى اسمها لكن بيبقى فيه شركات متخصصة بتقوم بتجميع الالات والمعدات اللي هي بتستخدم وبتقوم بصيانتها وبترجع اعتباعها هي بتخلق سوق سنوي يمكن للسمول الميديم او للالات والمعدات لو انا عايز اشتغل كالسمول الميديم احنا ما عنداش هذي الامكانية قاعدة رأس مالية ما هياش عائق ما هياش ما حطيش سقف لان احنا كشركات التاجير التمويلي لما بنلاقي ان انا نهاردة داخل في ترانس اكشن وعايزها بس هتفوق قاعدة رأس مالية بنعمل التحالفات بتاعتنا بكرة الصبح بنعمل كلاب ديالز والسيكوريتي ايجينس مع البنوك لها طرق تفصيلية كتيرة جدا فعمرا مش شايفة خالص بالعكس انا شايف ان القواني جدت زبطت السوق جامد اوي معظم شركات التاجير التمويلي تلاقيها مقر واحد مفيش انتشار مفيش انفاسمنت في الانلاين مفيش انفاسمنت ضخمة في الانلاين تمام فبالتالي ده برضو ان احنا نصل الى الاوتريتش احنا مش القاهرة بس احنا بتكلم مصر الاوتريتش بتاعنا محدود جدا يعني متكلم على قطاع متكلم على منتج يبقى لابد ان يمكن يمثله اتحاد لقوامه هذا الاتحاد ان احنا نقول ان احنا كمان مشاكلنا ازاي ان احنا نحلها هيئة الرقابة المالية عليها ان هي تواعي بشكل او باخر بقية الهيئات اللي احنا بنتعمل معها زي هيئة التنمية الصناعية زي الدرايب زي الجمارك تواعيهم يعني ايه تأجير تمويلي يعني ايه مزايا العميل انا بخدها اما بجيب مكنة الحاجات دي كلها لازم بالهيئة تعمل معهم جلسات بقى وحاجة يعني دي جهات حكومية كلها تبقى مع بعطيه المعيار المحاسبي جديد محتاجين بس يبقى فيه توضيح للمعالجة بقى المعيار فشايف انه ممكن يبقى فيه زي ورش عمل او تنظمها هيئة الرقابة مش للشركات التجارية التمويلة بس انا شايف كمان ممكن تبقى كمان للمستأجرين لان هما المشكلة كمان عندهم اكتر من عندنا يعني هما برضو المشكلة ان هما المعيار بقى صوفيستيكتد اكتر بالنسبة لهم هو كان في الاول كان بيشتغل كأنه مصروف يعني هو الإيجار اللي يدفعه هو مصروف بالنسبة له لكن دلوقتي انتقال الاصل للميزانية بتاعته بقى فيه معالجات محاسبية انه هو بيقى فيها معالجات محاسبية وصوفيستيكت شوية محتاجين يبقى فيه تعوعية من الهيئة الرقابة والهيئات المختصة للشركات والمستأجرين في نهاية الندوة بشكر الحضور الأستاذ حاتم سمير، أستاذ ماهر أبوستيت، أستاذ معفق جامع، أستاذ طارق سليم، أستاذ علاء اللابودي، دكتور سمير مهدي، أستاذ محمد السبيلي، أستاذ طارق فعفة، أستاذ أحمد سميح يعني كما اتضح تفعيل الاتحاد هو أهم مطلب أو أهم نقطة بداية نقدر منها أن نجمع كل الجهود الخاصة بالتأجير التمويلي وتوسع عنشطته وتحديث آلياته بشكر أستاذ الحضور وإلى اللقاء في ندوة أخرى من الندوات الوطن الاقتصادية اشتركوا في القناة